السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بدأنا نرى أخبار إيجابية خلال هذه الفترة هل ستؤثر بشكل إيجابي أو سلبي ويستغلون هذه الأخبار الإيجابية للتصريف كل هذا سنحاول الحديث عليه خلال هذه الحلقة كذلك بدأنا نرى إيجابية في آخر عملات تحدثنا عليهم في آخر حلقة تحدثنا على أن تصبروا على عملات مثل Optimism وArbitrum وAptos وMombim وهذه العملات التي لم تصعد بذلك الشكل الكبير بدأنا برؤية إيجابية فيها كمثال Optimism رأيناها اليوم صاعدة بأكثر من 30% السؤال المطروح هل انتهى صعودها هنا بالنسبة لأي عملة يبدأون في الصعود بها ضروري تدخل لها سيولة كبيرة تتجاوز المليار دولار خصا على أن مشروع Optimism مشروع محترم وقوي رأينا أمثلة كثيرة رأينا Solana, Avalanche, Injective Protocol Fitch, Agix هذه العملات رأينا أن لما دخلوا فيها استمر فيها الصعود لمدة طويلة كذلك بالنسبة لArbitrum التي اليوم ظهرت فيها الإيجابية بأكثر بعشرين بالمئة وكذلك Aptos رأينا فيها الصعود اليوم بالنسبة لي هذا يبقى يعني رأي الخاص أن صعودهم لم ينتهي هنا وكذلك بالنسبة للموجة الإيجابية كما ذكرنا نحن على مشارفها ونهايتها ستأتي بذلك البمبة الأخير ضروري في أي صعود يحدث مثلا يكون صعود تدريجي في السوق ضروري يكون البمبة الأخير البمبة الأخير ترى مثلا الوتيرة تزداد بشكل رهيب وترى شبوع كبيرة ممكن ترى شمعة 120% في عملة واحدة مثلا يعني هذا سيعطينا على أننا انتهى السوق يعني هناك علامات تعودنا على الاشتغال بهم في سوق العملات الرقمية وشاهدناهم أكثر من مرة وشاهدنا حتى كيف يعني يصعد السوق وكيف مثلا يصل لمرحلة من الإشباع في السوق فضروري سنتحدث على هذه الأمور وسنكون قريبين منكم أكثر هناك من يسأل على عملات لازلت لم تسعد مثلا على منصة بايننس بايننس لا توجد بها مثلا عملة السكام أي عملة موجودة على بايننس لم تسعد ضروري ستظهر فيها الإيجابية وكذلك بالنسبة لأسئلة تصني في بعض الأحيان على بايننس هل هي ممتازة هل لازلت تستخدم بايننس أنت قريبا من 2017 وأنا أستخدم منصة بايننس منصة ممتازة وعلى فكرة هناك بعض الأمور التي لم أشرحها لكم في بايننس يعني يمكنك الحصول على فيرتويل كارد يعني يمكنك أن تأخذ بطاقة وهمية هي ماستر كارد حقيقية ليست ملموسة بل يمكنك أن تشاري بها من على الأنترنت مثلا مثل مواقع مثلا على إكس بريس أو مثلا تدفع بها في نتفلكس أو تدفع بها لأي حساب آخر غير نتفلكس يعني فقط مثال لا أقول لك مثلا فتح حساب في أي أو الشري من أي موقع لا أعمل إعلان فقط يعني ما يمكن أن تفعله بالبطاقة يمكنك مثلا أن تشتري أو مثلا تحجز فوندوق من مثلا موقع ترافالا يمكنك كذلك أشخاص التي مثلا تشحن رصيد الآيتونز مثلا هناك يعني متاجر في بايننس موجودة يمكنك أن تشاري منها الكثير من المنتجات مثلا بلاي ستيشن يمكنك أن تشاري الكارد PSN لأي دولة مثلا فرنسا وليات المتحدة الأمريكية الإمارات أي دولة تشاري PSN بتمن ممتاز عن طريق العملات الرقمية أو تشاري الغيفت كارد الخاصة مثلا بالآيتونز أو تشاري مثلا إذا كنت مولوعا بالألعاب هناك يعني بطاقات الألعاب هناك يعني مثلا بطاقات RBMB هناك بطاقات بايبال هناك الكثير صراحة بعض الأمور الخفية التي ممكن أن نشرحها لكم مثلا في قادمة الحلقات إن شاء الله في حلقة نشرح لكم بعض المميزات المهمة على بايننس سنعود لصول بالموضوع أن نتحدث على السوق ونتحدث حتى على الأخبار الإيجابية أولا هو لجهة الأوراق المالية الأمريكية يعني قبول مبدئي للصناديق هناك بعض الصناديق التي كانت قد قدمت طلبها وهناك قبول مبدئي ليس هناك قبول نهائي أو رسمي يعني يمكن أن يتلاعبوا في هذه الأمر مثلا الآن يقول أن تكون الأمور كلها ممتازة وقبول أول مبدئي لهذه الصناديق ممكن أن يحدث العكس مسبقا يعني ممكن أن يجلبوا لك أي شيء سلبي لكي يصرفوا عليك فبدأنا نرى هذه الأخبار الإيجابية الوضع ليس مريح مليار بالمئة أو مريح كما كان قبل كلما زادت وطيرة الصعود وكلما بدأت تظهر الأخبار الإيجابية كلما يجب أن نحضر ويجب أن مثل العملات التي تعطينا أرباح ممتازة بشكل سريع وفي ضرف وجيز نأخذ منها أرباحنا ممكن مثلا أن ننتقل لعملات لا زالت لم تظهر فيها الإيجابية وهكذا بالنسبة لبعض العملات التي تحدثنا عليها في آخر حلقة أبطس سنتحدث لكم على الأرقام التي ممكن أن تصل إليها مثلا هذه العملات أبطس ممكن أن تتجاوز ١٢ بالنسبة لي لا أقول لك نصيح السيلمية أو شريعة ممكن أن تصل لهذا الرقم المون بيمن تتجاوز ٥٠ سنت المون بيم يمكن أن تتجاوز ٣م من عشر بالعملات تعالى ٣ منggará ما بين، إن يمع الوضع مملك رب دوار وقonal المون بيم يمكن أن تتجاوز ٥٠ سنت الرضيف الحافظ معطر العيد style ٥٠ سنتORT ومنطر الع Group هناك بعض العملات صراحة أنا لا أحفزكم لكي تشيروا هذه العملات فقط الناس طلبت مني ما هي الأرقاب التي ممكن أن تصل إليها بعض العملات سؤال دي واي دي إكس قلت لكم في الحلقة السابقة ممكن تعود لأربعة دولار فما فوق خمسة دولار يعني بخلاصة ما قلنا لكم في الحلقة السابقة هو الصبر على استشماركم يعني الأوبتيميزم بدأت تسعد وصانع السوق دائما ماذا يفعل مثلا عملة عندما يبدأون فيها دائما تجد سويلتها لا تنخفض على مئتا مليون دولار وتتصل حتى لواحد أو واحد ونصف مليار دولار يعني سولانا وصلت لتسعة وتسعين دولار سولانا يعني صراحة وصلت لصعود كبير أفالانش وصلت لأكثر من خمسة وأربعين دولار لو نرى على بايننس هناك بعض العملات التي تجاوزت الأول تايم هاي الذي وصلت إليه في 2021 مثلا عملة التائر بي يعني وصلت لمئة وخمسة وتمانين دولار لم يسبق لها أن وصلت إليها في تاريخها وحاليا في تقريبا مئة وتمانية وستين دولار يعني هناك بعض العملات التي عملت سعود أكثر من البوران الذي وصلت إليه يعني يشوف معي كيف يقلبون السوق في ضرف سريع ووجيس يعني الانجكتيف بروتوكول تجاوزت الأول تايم هاي الذي كانت وصلت إليه كانت وصلت تقريبا أقصى شيء وصلت إليه 22 دولار وصلت ل43 دولار انجكتيف بروتوكول من تقريبا 2 دولار هناك من يسأل كثيرا متى البوران 2024-2025 وهذا الذي فيه نحن لن تستفيد منه يعني أنت تبقى تنتظر شيء لازال لم يقع نحن في شيء مثل البوران يعني هذا بالنسبة لها بوران هذا يعني ترى عملات حققت إكس عشرين إكس خمسة عشر وحتى هذه الموجة تنبأنا لها الحمد لله بدراسة للسوق على أنها ستأتي موجة إيجابية قوية وذلك ما حصل يعني أقل شيء لا تقول لي أنك تشاهد الفيديوهات التي نضع وتشاهد قناة الساينس ويب ولم تشري عملات كان سعرها رخيص ولم تحقق ولو مثلا نقول 40% فقط من استشمارك وبالنسبة للناس التي تشاهد الفيديوهات يعني لا تبخلوا علينا بلايكاتكم وتعاليقكم ودعمكم للفيديو فدعمكم للفيديو يعني يظهر لعدد أكبر من المشاهدين وحتى اليوتيوب عندما مثلا فيديو تراه مدعوم من الناس تعرف أن هذا الشخص يقدم محتوى ممتاز فتنقل هذا المحتوى للناس الجدد التي تدخل وتبحث مثلا على العملات الرقمية ويظهر لها محتوى ممتاز وتستفيد فلا تبخلوا علينا بدعمكم للفيديوهات التي نضع وشكرا لكم وبالنسبة للعملات واتجاه السوق بالنسبة لي لا زال السوق سيظهر الإيجابي أكثر وتحدثنا على أرقام ممكن أن يصل لها البيتكون 47-48 ممكن أن يصل لهذا الرقم مع هذه الأخبار الإيجابية سنرى أخبار إيجابية أكثر خلال هذه الفترة وستزيد العملات من صعودها ونحن تقريبا على مشارف نهاية السوق كنت قد شاركت معكم في تغريدة في تويتر على أن بعض العلامات التي نراها دائما تقريبا ترون دائما أراها آخر عملة هذا فعلته في 2018 آخر عملة سعادت في البورران عملتها في 2018 في الميني بورران عملتها في 2021 آخر عملة كانت سعادة هي ترون هل تعملها مرة أخرى ونرى صعود آخر كآخر عملة ترون بدأنا نرى عملات دوت بدأت تظهر فيها الإيجابية تقريبا كل مرة نرى عملات من صرف مختلف ترتفع كذلك سؤال على كارتي سي هل ممكن أن تسعدها وتصل لأسعار مثلا خمسين سنتين نصف دولار ممكن أن تصل إليها كذلك مشروعها ممتاز السيلر لوان هذه العملات كذلك ستظهر فيها الإيجابية يعني بخلاصة العملات الموجودة تقريبا كل العملات الموجودة على بايننس هي يعني لا توجد فيهم عملة سكام فعندما ترى عملة في مجموعة صعودها خلال هذه الموجة صعدت 20% فقط أو 30% هذه العملة ضروري ستزيد من إيجابيتها لأن هناك عملات بالمقابل عملات X15 X20 وصعدت بشكل كبير وهناك بعض العملات التي مشروعها عادي جدا وحققت صعود كبير فبالنسبة لوقت خروجي من السوق هل بيعت بعض العملات؟ نعم بعض العملات التي حققت لأرباح جيدة بيعت منها وبيعتها مثلا سولانا بيعت سولانا أفالانش بيعت بعض الكميات من أفالانش الأنجكتف بيعت أنجكتف يعني العملات التي رأيت أرباح في ضرفين سريع ضرفين وجيز أرباح صراحة لم أتوقعها بيعتها ولم أنتظر لأني أعرف أن السوق دائما موجود والسوق كله فرص وأنتقل لعملات أخرى لازلت لم تظهر فيها الإيجابية وهكذا الموضوع هكذا عملة أنتقل لعملة أخرى أقارن عملة مثلا منخفضة يعني أرى كل العملات ساعدة إلا عملة ساعدة فقط لوحدها 3% أو 5% أبحث في مشروعي أجده ممتاز أشتريها وأحافظ عليها فقط لا غير عندما يأتي وقت العملة تصعد يعني تدخل فيها سيولة كبيرة لا يمكن أن نحدد الوقت المحدد لارتفاع العملة ولكن هناك بعض العلامات التي تعطيك على أن اقترب موعد صعود العملة الفلانية فمثلا هذه العملات أربيتروم وأبتيميسم يعني صراحة بالنسبة لي كانت من العملات التي ممكن أن ترتفع في الأول تركوهم حتى الأخير وستظهر فيهم إيجابية هذه العملات بشكل أكثر كذلك أبطس تغربت لها لما لم ترتفع بذلك الشكل الكبير كانت ارتفعت من 3 دولار إلى 21 دولار في ضرفين سريع ومشروعها يعني صنف أول يعني هذه العملات للأربيتروم وأبتيميسم وأبطس يعني بالنسبة لي مصنفهم صنف أول مع سولانا ومع أفنانش ومع الانجكتيف بروتوكول ومع الفيتش فعني شراكاتهم كبيرة يعني عملين شراكة مع جوبكلاود مايكروسوفت مجموعة أمازون يعني الكثير الكثير من الشراكات الكبيرة وشراكات ليست شراكات عملية مثلا مايكروسوفت شراكة عملية في الدكال الاصطناعي وشغالين بشكل كبير وكذلك معلومة مهمة أريد أن أشاركها معك كمية المقفلة عليها في أبطس هي 905 مليون وحدة عملة أبطس يعني مثلا أي عملة عندما ترى سيركليليتن مثلا العملة يروش فيها 305 مليون والتطال سبلاي هو مثلا مليار يجب عليك أن ترى في موقع العملة كم الكميات المقفلة عليها مثلا لما أنجكتيف وصلت لهذه الأرقام كبيرة يعني 50% تقريبا مقفول عليه في استيكين وأي عملة إذا أرادت أن تعطينا بلوكتين ممتازة وآمنة ودائما هناك تحسينات وتعديلات وأبغريد على البلوكتين ضروري أن يقفلوا على كميات كبيرة في استيكين وحتى في استيكين أبطس سيرفعون الريورد الخاص بالستيكين كذلك كميات كبيرة في استيكين ضروري أن يقفلوا في استيكين وكذلك معلومة بالنسبة للرادين كابيتال الرادين كابيتال هي منشأة لبلوكتين لاير زيرو وعندما سيظهر مشروع لاير زيرو أتوقع للرادين كابيتال على أنها سترتفع بشكل كبير وبشكل ممتاز هناك من يسأل ما هي الأسعار التي ممكن أن تصل إليها ممكن تصل 50 سنة 60 سنة يعني مشروعها صراحة ممتاز الرادين كابيتال بالنسبة للديجيطال بايت كذلك من العملات التي ممكن أن تظهر فيها الإيجابية يصل لها وقت طويل لم ترتفع بالنسبة لهذه الحلقة حاولنا أن نتحدث لكم على عملات هل ستستمر فيهم الإيجابية أم لا الناس التي حققت أرباح لا تبخلوا علينا بلايكاتكم ودعمكم لهذه الحلقة لكي نقدم لكم محتوى ونواصل في تقديم محتوى أفضل إن شاء الله ونحاول أن نكون قريبين منكم خلال هذه الفترة أنها فترة مهمة وفترة حاسمة بالنسبة لأي سؤال لأي عملة اتركوا لنا أسئلتكم في التعاليق كل الصفحات الخاصة بنا ستجدونهم في الديسكريبشن في وصف الفيديو هذا كل ما لدينا لحلقتنا اليوم دمتوا في رأيت الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته